بيبدأ الفيلم في دولة كوريا وبنسمع عن شخص اسمه المثقاب بيكون معروف انه اشتر لسه متخصص في سرقة انابيب النفط في كوريا لكن شخصيته بتكون مجهولة وبينشوف عصابة اسمها الشفات مكونا من فردين وبيدخل عصابتهم واحد جديد بيدعي انه هو المثقاب وبينزل مع افراد العصابة تحت الارض وبيحاول انه يثقب خط الانبيب عشان يسرق النفط لكن بيفشل وبيحصل انفجار ضخم وبيهربوا بسرعة وبيعرف بايا افراد العصابة ان اللي كان معاهم ده مش المثقاب الحقيقي وانه مزيف وقرروا انهم يطردوا من عصابتهم وبتروح الشرطة لمكان الانفجار وبيحققوا في الموضوع وبيتكلم محقق اسمه تشو مع زميله وبيعرفوا انه شاكك ان المثقاب هو اللي وراء القضية دي وبيقول لزميله انه قابض على المثقاب قبل كده لما كان بيشتغل في فريق التحيئات وساعتها كان بيستخدم نفسه اداة الثقب اللي لقوها دلوقت في مصرح الجريمة لكن بعد فترة المثقاب اختفى وما سمعش عنه حاجة وبيقررت شو انه يقبض على المثقاب من غير ما يبلغ الشرطة لانهم مش هيسدوه وفي نفس اليوم بتروح افراد عصابة الشفات لرجل اسمه تيان بيشتغل في الصرف الصحي وبيكون هو اللي جاب لهم المثقاب المزيف وبيضربوه لانهم كانوا هيموتوا بسببه وبيعرفهم تيان انه اضطر يعمل كده لان المثقاب الحقيقي بياخد اجري 200 الف دولار مقابل الثقب الواحد اللي بيعملوه وهم ما كانوش هيقدروا يتحملوا تكاليفه وفي نفس اليوم بيروح المثقاب الحقيقي لاتيان وبيعرفوا ان عصابة الشفات محتاجينه في شغل وساعتها بيلاحظ المثقاب ان المحققة شو بيرقبه هو وزميله وبينادي عليه المثقاب وبيقوله يجي يتكلم معاه بشكل مباشر ويبطل يرقبه بالشكل ده وبيروح المحققة شو يقوله انهم لقوا ادات ثقب واحد انش في موقع الجريمة وده نفس سمك الثقب اللي المثقاب كان بيستخدمه في عملياته القديمة لكن المثقاب اكد له انه ما كانش موجود وقت الجريمة دي وان ده اكيد حد غيره وبيشوف المحقق في مغزن تيان عربية نقل ضخمة وبيفتكروها عربية نفط وبيفتحوها لكن بيكتشف انها عربية صرف صحي وفي نفس اليوم بيروح المحققة شو يطلب من رئيس المركز يرجعوا الاسم التحقيقات مرة تانية لكن رئيس المركز بيرفض وتاني يوم بيروح المثقاب يقابل عصابة الشفات وبيقابل رئيس العصابة سونج عشان ينفز له عملية تنقيب البترول وبينزلوا النفق مع بعض وبيحدد المثقاب المكان اللي هيعمل فيه الثقب باحترافية جديدة وبينجح انه يعمل ثقب ويستخرج النفط وبياخد 200 ألف دولار من رئيس العصابة وبيعرض رئيس العصابة على المثقاب عملية أكبر لكن هتكون مع واحد تاني معروف انه من أكبر رؤساء شركات النفط في كوريا واسمه جون وبيروح المثقاب يقابل جون وبيطلب منه يعمل نفقين في خط هونم وخط كيونج بو وساعتها بيستغرب المثقاب لان خطين النفط هيطلع منهم كمية نفط ضخمة وبيسألوا هو ازاي هيحتفظ بكمية النفط دي وبيشاور له جون على مصنع عديم قدام خطين النفط وبيقولوا ان فيه خزانات مية موجودة هناك وانهم هيوصلوا خراطيم من خطوط النفط لغاية خزانات المية وهيحتفظ بالنفط هناك وبيقولوا ان المصنع هيتهدم في خلال خمسين يوم وهيبنوا مكانه شواء سكنية ولازم العملية دي تتم في خلال شهر واحد عشان يقدروا ينقلوا خزانات النفط وبيعرفوا المثقاب انه لازم يعمل نفق عميق وان الاستعجال في مهمة خطيرة زي دي ممكن يعمل كوارث وبيقولوا جون انه هيدي 200 ألف دولار مقدم وكمان 300 ألف بعد العملية ما تخلص لكن بيرفض المثقاب عرضه وبيطلب نصف مليون دولار قبل العملية ونصف مليون بعد العملية وبيقولوا ان حجم حقل النفط قد مدينة دبي وان ده قال لسعر ممكن يطلبوا للعملية وبيوافق جون وبيروح المثقاب لفندق كابيتال اللي هينفز منه المهمة وبيقابل بايا عضاء الفريق اللي هينشتركوا معاه في المهمة واحد اسمه اللحام واحد اسمه الحفار وفي بنت بتشتغل في الاستقبال اسمها بارك هتكون مرقبة الوضع اليهم برا الفندق واخر واحد في الفريق اسمه منه وبيروح واحد من رجال جون يحذر الفريق ان اي حد هيمشي من الفندق هيعتبر عقدهم باطل وهيبقى خارج العملية وبينزلوا قوضة تحت الارض جوه الفندق وبتكون دي القوضة اللي هيحفروا فيها النفق اللي هيوصلهم لخط الانبيب كيونج بو وبالفعل بدوا يحفروا النفق جوه الجدار لكن بتقبلهم رواسب جيرية وده ممكن يخلي النفق يوع عليهم وساعتها بيتردد الفريق انهم يكملوا المهمة وبيصمم المثقاب انه يكمل حفر لكن اللحام بيتخانئ معاه وبيكتشف المثقاب انه نفس الشخص اللي انتحل شخصيته وراح لعصابة الشفات وساعتها بيتدخل بقية الفريق وبيسيطروا على الموقف وبيكملوا حفر لكن بيتوجههم مشكلة تانية ان فيه صخرة ضخمة في نهاية النفق ولازم يستعملوا اداة حفر قوية عشان يقدروا يكسروها لكن المشكلة ان اداة الحفر صوتها هيكون عالي وممكن حد منه زلاء الفندق يسمعه وقتها بيروح المثقاب يطلب من اللحام انه يغطي على صوت الدوشة اللي هتحصل ويطلع غرفة الفندق ويشغل اغاني بصوت عالي في السماعات ويغني معاها وفي الوقت ده بييجي زابط شرطة للفندق وبتضغط بارك على زرار الانذار علشان تحذرهم لكن بيش بيسمعوا حاجة بسبب ان جهاز الانذار اتعطل وبيقرر الزابط انه ياخد جولة في المكان وساعتها بتتوصل بارك معاهم بلا سلكي وبيسمعها المثقاب وهي بتحذرهم ان فيه شرطة موجود وبيطلع الشرطة للدور اللي فيه غرف النزلاء وبيشوفوا اللي حام من قطه وبيحاولوا ان يشتت انتباهه ويغني بصوت عالي لكن الزابط بيسمعوا صوت حفر وبيروح نحية الصوت وبيدخل الغرفة اللي صادر منها الصوت وبيلاقي الفريق برا النفق وبيحفروا جوه القوضة وبيسألهم لو كان معاهم اذن انهم يشتغلوا في وقت زي ده فبيعرفوا انهم عمال مجاري ولازم يشتغلوا دلوقتي لان المجاري مسدودة وبعد ما الزابط بيطمن ان الوضع امان بيشيلوا الدولاب اللي كانوا قفلين به النفق وبتنزل بارك للنفق عشان تصلح سلك الانذار وبيكون الحفار واقف معاها بيساعدها ووقتها بيكون بقى الفريق بيشيلوا الدولاب اللي كانوا قفلين بيه فتحة النفق وبيحدفوا الدولاب على الارض وده بيخلي الرواسب الجرية تقع جوال نفق وبتسد النفق على بارك والحفار وبيفتكر بقى اعضاء الفريق انهم ماتوا لكن منه بيكون حسس انهم لسا عايشين وبيحفر لوحده لغاية ما بيوصل لهم وبالفعل بيطلعوا عايشين وبيقدر انه ينقذهم وبالليل بيتجمع الفريق وبيتعشوا سوا مع بعض وبعدها بيدخلوا يناموا وبيسمع المثقاب صوت جهاز الانذار وبيفهم ان في حد من الفريق بيحاول يهرب وبيجري من قطه وبيكتشف ان اللحام سرق شنطة الفلوس وحاول ينط من البلكونة لكن بيقدر يمسكوا ويوقعوا على الارض وضربوا ركلات عنيفة في بطنه وبيصحبها اعضاء الفريق على الصوت وبيمنعوا الاشتباك اللي بينهم وبيعرفوا من اللحام انه محتاج الفلوس لان عنده ابنه صغير مريض بمرض نادر وبيحتاج يدفع له مبلغ كبير كل شهر وساعتها بيحسوا بالشفقة نحيته وبيسمحوه وبيروح المثقاب قودة بارك وبيفاتيشها وبيلاقي كاميرات مراقبة وبيعرف انها بترايب قودة كل واحد فيهم وانه هي ضربت جهاز الانذار لما اللحام حاول يهرب وبيطلب منها متبلغش الجن عن اللي حصل وقبل ما يكمل كلامه بيلاقي جن داخل عليهم القوضة وعرفوا انه هيلغي العملية لان من شروط العقد ان العملية هتتلغي لو اي حد حاول يهرب لكن المثقاب طلب منه فرصة تانية وساعتها اددلوا جن مهل عشر تيام يحفروا فيها النفقين يا اما هيقتلهم وبيروح جن بعدها يعزب اللحام لانه حاول يهرب وساعتها ترجاه اللحام انه يرحمه وبيوافق جن انه يسمحه لكن اشترط عليه انه يكون جاسوسه ويبلغه بكل حاجة هتحصل وبيديله تليفون وبيأمره انه لازم يخليه معاه دايما وبيكون التليفون ده موجود فيه شريحة بتقدر تحدد مكانه وتاني يوم بيكون المحاقق تشو شاكك ان المثقاب بيخطط عشان يحفر نفق جديد وبيقرر يستخدم جهاز كشف المعادن عشان يلاقي النفق وساعتها بيلاقي النفق فعلا وبيحدد مكانه وفي الوقت ده بتكون بارك بترأي بالشرطة من كاميرات المرأبة وبتضغط على جهاز الانذار وبتطلب من الفريق يطلعه من النفق حالا لان الشرطة عرفت مكانهم وبتحفر الشرطة في مكان النفق وساعتها بيخرج كل الفريق برا النفق لكن المثقاب بيكتشف انه نسي ادواته المعدنية جوه النفق وبيرجع ياخدها ووقتها بتتكسر انبوبة غاز جوه النفق والمثقاب بيفقد وعيه وبيضطر منه يلبس كمامة على وشه ويدخل ينقذه ولما الشرطة بتحفر بتلاقي انبوبة الغاز وبيفهموا ان ده المكان الغلط وبيردموا الحفرة مرة تانية لكن بيشوفوا قطع بلاط لفندق كابيتل وبيتكلم زابط معلو حققت شوه وبيعرفوا انه كان موجود في فندق كابيتل مبارح وكان فيه اعمال حفر بتحصل هناك وساعتها بيتأكدت شوه ان شكه تلع في محله وبيقرر يروح للفندق بنفسه وبيتجمع كل اعضاء الفريق في القوضة وبيعالجوا اصابة المثقاب وبيطلع منه علاج من معاه وبيديل المثقاب وبيفهمه انه مسكن هو بياخده لان عنده سرطان وبيطلب منهم يسمحوله يخرج لمدة ساعة واحدة بس يشوف مراته في المستشفى لانها تعمل عملية جراحية خطيرة وهو محتاج يبقى جنبها ويعوضها عن معاملته السيئة لها السنين اللي فاتت وبيطلب من بارك انها تساعدهم في موضوع كاميرات المرأبة وبالفعل بتقدر بارك تتلاعب في كاميرات المرأبة اللي بتتعرض عند جون وبيظهر قدامه ان الفريق نايم وفي الوقت ده بيكون المثقاب ومنه بيحفروا حفرة جوالقوضة عشان يهربوا منها ويروحوا للمستشفى وبيشوفهم اللحام وبيطلب منهم يروح معاهم لانه متصف في رجله وعاوز يعلج اصاباته وساعتها بيبعت اللحام رسالة لجون بيعرفوا فيها انهم هيهربوا من الفندق وبينزلوا هم التلاتة من انبوبة الصرف الصح ولما بيخرجوا من الانبوبة بيلاقوا نفسهم في نفأ كان عبارة عن مجاري الجيش الامريكي زمان وبيلاقي منه جدار اسمنتي وبيعرفهم ان في خط انابيب ورا الجدار وبعدها بيلاقوا فتحة مجاري وبيخرجوا منها وبيروح المستشفى لكن بتكون مرات منه ماتت وبيروحوا دار الجنازات عشان يحضروا جنازتها ووقتها بيروح اللحام للمستشفى عشان يعالج اصابات رجله وبيرجع المثقاب ومنه وحدهم للفندق واول ما بيدخلوا الفندق بيلقوا جن قدامهم وبيقول لهم انه عرف انهم خرجوا برا الفندق وان بارك خانت ثقته وبيحاول منه يعتذر له لكن بيدربوا جن وبيوقعوا على الارض وساعتها بيقرر المثقاب انه ينسحهم من المهمة لان جن تعدى حدوده لكن جن طلع صورة امه وهدده بيها ودخل المثقاب يتراجع في قراره وينفس كلامه وبيروحوا وفريقوا للنفق عشان يكملوا حفر وبتدخل بارك معاهم وفي وقت ما كانوا بيحفروا بيتعب منه وبيوقع على الارض وبيجروا كلهم عليه لكن عصابة الشفات بتقول لهم يكملوا شغلهم وكمان بيتعصب رئيس عصابة الشفات على المثقاب وبيضربوا على وشه وبيتدخل الحفار وبيحاول يدفع عن صحبه لكن عصابة الشفات بيضربوا هو كمان وساعتها بيقوم المثقاب من على الارض وبيهاجم عصابة الشفات وبيدخل في قتال عنيف معاهم وبيساعدوه الحفار وبارك انهم يتخلصوا من باقي العصابة وبيشيلوا منه وبيخرجوا برا النفاء لكن بيلوا عصابة جون وقفين قدامهم بالأسلحة وبيهجموا عليهم وبيحصل اشتباك عنيف بينهم وساعتها بياخد المثقاب أم ببتنار وبيهددهم انه هيولع في المكان لو ما سمحوش لهم يخرجوا برا الفندق وينقذوا منه وقاتها بيدخل جون عليهم ومعامة فعر الشاش بنار هيولع في المكان كله بأنبوبة النار وساعتها بيقرر منه يدافع عن صحابه وبيقف قدام جون وبيطلب منهم يهربوا لكن جون بيضربوا بالمدفع الرشاش وبيقتلوا وكمان بيضربوا على الحفار رصاصة في كتفه وبيروح المثقاب يهجموا لكن بيضربوا رصاصة وبيوقعوا على الارض وبتضرب اجهزة الانذار في المكان وبيعرفوا ان الشرطة جاية وساعتها بيارب جون مع صبته وعصابة الشفات وبيكون المثقاب لابس بدلة مضادة للرصاص وبيقوم علشان يهرب مع بارك والحفار وبينزلوا الحفرة لتحت الارض وبيقدروا يهربوا وقتها بتوصل الشرطة للمكان وبيسمعوا ضرب النار وبيكسروا ازاز الفندق وبيدخلوا وفي اللحظة دي بيركب باقي الفريق العربية ولما كانوا في الطريق بيتعرفهم بارك ان الجون مديون بفلوس كتير ومحتاج يعمل صفقة النفط في اسرع وقت لان شركته هتنهار وبيوصلوا مكان ورشة تيان وبيحكولوا عن اللي حصل وبيطلبوا مساعدته لانهم عاوزين يكملوا الخطة وبيتسل جون على المثقاب وبيطلب منه يخلص المهمة دي في اسرع وقت يا ايه ما يخلص عليهم وبيكون اللحام وقتها في المستشفى وبيحاول يهرب من عصابة جون وساعتها بيظهر المثقاب وبياخدوا في عربيته وبيعرفوا ان الجون اتل منه وانه قرر يعمل خطة تانية عشان يسلموا الجون النفط وياخدوا خمسة مليون دولار وبتكون الخطة انهم يستخدموا النبيب الصرف الصحي عشان يحولوا النفط من خلالها الخزانات المية وبتتسل بارك بجون وبتطلب تقابلوا فوق سطح شركته ولما بيطلع بيلاقيها وقفة مع المثقاب وبياخد منها التليفون وبيتكلم مع الجون وبيقولوا انه هيمنى الخزانات خلال يومين وهيكسب من النفط تلاتين مليون دولار وهيديهم نصبهم خمسة مليون دولار وبعد كده هيختفوا تماما وتاني يوم بينفزوا الخطة واول حاجة بتتعمل انهم بيحطوا بيت متنقل فوق بلاعة الصرف الصحي عشان الشرطة ما تكشفش المكان وبينزلوا تحت الارض وبيهدوا الجدار الاسمنتي وبيدخلوا الاوضة اللي في خطوط انابيب النفط وبيبدأ المثقاب انه يعمل فتحة في انبوبة النفط لكن ساعتها بيتعب وبيقع على الارض لانه مصاب وبيطلب من اللحام يكمل المهمة مكان وبالفعل بينجح انه يوصل النفط لخزانات المية وبيروح جن لمكان الخزانات وبيستغرب لما بيكتشف ان النفط وصل بس فجأة بيقفل المثقاب قوضة النفط وبيتكلم مع الجن وبيعرفوا انه مش هيوصله النفط بالكامل لحد ما ياخد منه الفلوس وبيروح المثقاب يقابله عشان يستلم الفلوس وساعتها بيفتح اللحام انبوب النفط الجن لكن المثقاب كان واقف بيرقبه وبيهجب عليه وبيضربه وبيفهمه انه خان سقطه سقط صحبه اللي مات وبيعرفوا ان منه ساب نصيبه في الفلوس لابنه وقتها بيحس اللحام بتأني بالضمير وبيتصل المثقاب على الجن وبيطلب منه يقابله بعد ساعة ويسلمه الفلوس وبالفعل بيتقابله وبينزل الجن بنفسه تحت الارض علشان يتأكد من انبيب النفط ولما بيخرجوا بيهجم جن وعصابته على المثقاب وبيصبوه برصصة في كتفه لكن وقتها بيظهر اللحام وبيهجم على العصابة وبيضربهم وبيهرب من الصرف الصحي وبياخد المثقاب بالمدفع الرشاش وبيقرر يقتل جن بس بيوصلت زابط الشورتة تشوه هنا بيكتشف ان المثقاب هو اللي بعت له العنوان عشان يقبض على الجن وبيسيبهم المثقاب مع بعضه وبيهرب وبيروح يقابل اصحابه لكن بيلاي ان عصابة جن سيطرت عليهم وخدتهم رهينة وفي اللحظة دي بيتضرب المثقاب على راسه وبيفقد الوعي ولما بيفوق بيلاي نفسه في نفق تحت الارض وحواليه الفريق بتاعه مربوطين وبيشوف جن وعصابته وهم بيحولوا النفط لخزنات المية وبيقول لهم جن انه حتى تقنبلة جنبهم عشان يفجرهم بعد ما يخرج وبيعرفهم انه هيفجر خزنات المية بعد ما تتمل بالنفط وده هيخسر كوريا اكتر من مليون لتر من مخزون النفط وساعتها يتعطى الخط الانبيب والدولة هتحتاج احتياط النفط بتاعة جن وده يخلي سعره يكون اضعاف السعر العادي للنفط وبيحاول المثقاب يمنعه وبيفهمه ان في ارواح كتيرة هتموت ملاش ذنب لكن جن بيعرفه انه مش مهتم بالناس وبيسيبهم ويمشي ومع الوقت بيقدر المثقاب انه يحرق الحبل اللي مربوط به النار وبيحرر نفسه وبيحرر صحابه وبياخد القنبلة وبيجرف بلعة الصرف وبيحدفها وبعدها بيرمي نفسه في المية وبتنفجر القنبلة وبعدها بيضغط جن على زرار قنبلة الخزنات لكن لما بتنفجر بينزل منها مية وبيروح الفريق يدوروا على المثقاب وبيلقوا للسعاش وبيخرجوا كلهم من بلعة الصرف الصحي وبيكون الزابط مستغرب ان الانفجار ما حصلش في خزنات المية وبيعرفوا المثقاب انه ما حولش النفط على الخزنات وحول مكانها مية لانهم قفلوا خط الانبيب وفتحوا الصمام بين خزنات المية والصرف الصحي وعشان كده قدروا يملو مية في الخزنات بدل النفط لانه كان متوقع خيانة جن في اي لحظة وساعتها بيظهر جن قدامهم وبينزل من عربيته وهو مسلح وبيسألهم وهو متعصب هم محولوا النفط فين وبيرد عليه المثقاب وبيعرفوا انهم محولش النفط ولسه موجود في مكانه وفي الوقت ده بتوصل عربيات وبينزل منها عصابة الشفات وبيطلب منهم جن يهجموا عليهم بس فجأة بتظهر بارك وهي ركبة عربية تحفر وبتهجم على العصابة بالعربية وبتقدر انها تسيطر على جن وبيخرج المثقاب وفريقه وبيهجموا على العصابة وبيحصل بينهم معركة شالسة وبيدخل المثقاب في قتال مع جون وبيضربوا بعض بكل عنف لكن المثقاب كان اقوى منه ويقدر يمسي كراس جون ويخبطه في ازاز العربية وفضل يضربوا لحد ما بقى مش قادر يتحرك وقبل ما يقتلوا بيمنعوا الزابط تشو وبيعرفوا انه كده هيبقى عنده جريمة تانية وبعدها بتوصل عربيات الشرطة وبيهرب باقي الفريق وبيطبض على المثقاب والجون وبتقدر الشرطة تقبض على باقي الفريق وبيتسجنوا كلهم وبعد ثلاث سنين بيروح تشو يزور المثقاب وفريقه في الورشة بتاعتهم بعد ما خلصوا فترة سجنهم وقراروا يشتغلوا كلهم مع بعض في اعمال الحفر والمجاري ولما بيدخل عليهم تشو بيلاقيهم بيحفروا في الحيطة وبيسألهم لو رجعوا يشتغلوا مرة تانية في سرقة النفط لكن بيتحكوا على كلامه وبيعرفوا انهم بيشتغلوا في المجاري والنقارب خط انابيب على مسافة عشرة كيلو واستحلوا يوصلولو وبينصحهم تشو انهم يبعدوا عن سرقة النفط لانه مش عاوز يقبض عليهم تاني وانتهى فيلمنا ويا رب يكون عجبكم واللي حابب يتابعنا ويشوف باقية الافلام يشترك ويفعل الجرس وما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية فيلم في المريخ بلس علشان هتلاقيوا عليها افلام من الاخر جاية من المريخ عليك على طول هسيبلكوا اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن اشترك ويسيب الباقي علينا